على أسوات مستمعينا كنوصلوا معكم إذن معلومة جديدة اليوم قد نتحدثوا على المدة ديال التغيبات بسبب الوفاة إذن شحال هي المدة لكتنص لها مدونة الشغل أهلاً دكتور أهلاً وسهلاً إذن البارح تكلمنا على الغياب بسبب الزواج إنه مناسبة الزواج وتكلمنا على زواج الأجير وزواج أحد أبناء الأجير أو ربائبه اليوم قد نتحدثوا على الغياب أو التغيب بسبب الوفاة فالمدة 1274 دائماً في الفقرة الثانية تقول وفاة زوج الأجير أو أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله أو أبناء زوجه من زواج سابق ثلاثة أيام ثم وفاة أحد لإخوات إخواتين إخوة أو إحدى أخوات الأجير يعني إخوات الأجير أو أخوات الأجير أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه أو أحد أصولي زوجه يوماً إذا عند الثلاثة أيام من لتتوفى الزوجة ديالك أو أنت كتكوني الزوجة وتوفى الزوج ديالك مثل الأجير ومزوجها من لتتوفى الزوج ديالك عندك ثلاثة أيام ديال الغياب عندك الحق تغيبي ثلاثة أيضاً من لك يتوفى و لوليدات إلا قدر الله من لك يتوفى و لأحفاد الفروع بما فيهم الأحفاد الأولاد الأبناء والأحفاد يعني أولاد أولادي من لتكوني خدمة في أحد البنكة ولا أخدمة في شركة ومت إلا قدر الله بنت ولدك ولا ولد بنتك عندك ثلاثة أيام ديال الغياب نفس الشيء بنسبة للزوج وإلا توفات الأصول شي واحد في الأصول يعني باك أو أمك تهيا إلى قدر الله وفالأجل فعندك ثلاثة أيام ديال الغياب وأبناء زوجه من زواج سابق إذن حتى الربائب كيف تكلمنا عليهم قبل بنسبة للزواج إذن دبا منك يكون عندك تربائب إلا ما ترك ربائبك فعندك الحق في ثلاثة أيام ديالأيام إذن دوما الحالة الأولى اللي فيها ثلاثة أيام والحالة الثانية اللي فيها فقط يومين هي منك أندوزو الخوت الخوت ديالك أو الخوت ديال رجلك هذو كلهم فيهم يومين وحتى أحد أصول الزوج الزوج يعني منك يموت لك حموك ولا أحماتك لأغوزتك ولا منك يموت لك أنت أحماتك لأغوزتك ولا نسيبك ولا تقولو شيخك عندك يومين إن هذه الغياب أو التغيوبات اللي هي جائزة بالنسبة لحالة الوفاة وقد شاء الله غنتكلم على آخر سبب ديال الغياب اللي هو الخيتان أو العملية الجراحية ونهضر أيضا نفس المعلومة على الأداء واش كانت تخلصوا على هذة أيام اللي كانت تغيبوا بسبب الوفاة بسبب الزوج بسبب الخيتان واش حال كانت تخلصوا عليهم نعم شكرا دكتور معلومة اليوم حول مدة تغيبات في حالة الوفاة وتابعونا في شهر الخير ورمضان كريم أصوات الإداعة اللي كتفهمني وتفيدني